الفقرة الماضية احنا طبعا شرحنا لكم الجزء الذي يخص الحقيقة بالنسبة لنادي الاهلي لان احنا في الفاصل استاذ ابراهيم عمال يجيله على تليفونه مستندات وحاجاته الناس متوقع ان احنا نقعد نقرأ وكننا نقعدين في قاعدة يعني مكيدة مع شخص يعني بالعكس احنا بنحب الكابتن جماله بنحترمه لكن احنا بنتكلم على خص الاهلي وجاء على لسانه من منظور الحقيقة والحقيقة فقط فما احناش معنيين بعد اذن عضراتكو ان احنا نضطر نتكلم في هذا الامر يعني مش وقته صحيح ايه حكاية الاهلي وفيتا وموعد مع الحس بكرة ان شاء الله الساعة ستة بتوقيت القاهرة خمسة بتوقيت كنشاسة الاهلي وفيتا كلاب الكنغولي المباراة في استاد الشهداء في العاصمة الكنغولية كنشاسة المباراة في الجولة قبل الاخيرة بالدوري ابطال افريقيا دور السبتاشر الحكم فيكتور جوميز من جنوب افريقيا الاهلي زي ما حضراتكو عارفين موقفه سبع نقاط سيمبا ست نقاط شبيبة الثورة الجزائري خمسة والفيتا كلاب اربع نقاط عشان كده الجولة دي مهمة جدا لان في الوقت اللي الاهلي بيلاعب فيتا كلاب في الكنغو شبيبة الثورة الجزائري بيستضيف سيمبا فبصوا الانقلابات اللي حصلة الاهلي بإذن الله تعالى يحقق مكسب يبقى حسم التأهل بشكل تام اي نتيجة غير المكسب يبدأ يحتاج لمباراة شبيبة الثورة الجزائري اللي هتكون يوم خمستاشر في برج العرب ان شاء الله لكن كمان اذا كان الاهلي عنده سبعة وفيتا كلاب عنده اربعة يعني الاول بيلعب الاخير فيما بينهم سيمبا عنده ستة وشبيبة الثورة عنده خمسة شبيبة الثورة لو كسب في ملعبه هيبقى تمانية هيبقى عدة سيمبا التنزاني ويبص على مباراة الاهلي الاهلي لو كسب بإذن الله السبعة تبقى عشرة اتعادل للسابعة تبقى تمانية يتساوى مع شبيبة الثورة لو شبيبة الثورة كسب يبقى المباراة التانية اللي بينهم على ترتيب مين اول ومين تاني دي حسابات هذه المجموعة نشوف في هذا التقرير الصوتي الاهل وفيتا كلاب وموعد مع الحسم الاهل لا يشد الرحالة الا لحدث عظيم وفي الساعة السادسة من مساء السبت سيحل ضيفا ثقيلا على فيتا كلاب بطل الكونغو الديمقراطية على ملعب الشهداء من اجل هدف واحد للفريقين وهو الفوز الاهل لضمان التأهل رسميا لدور ثمانية لدور ابطال افريقيا وفيتا كلاب من اجل يحياء امل التأهل لنفس الدور يخوض الاهل اللقاء وفي جعبته سبع نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بالبطولة فيما ياتي خلفه سمب التنزاني برصيد ست نقاط ثم شباب السورة الجزائري برصيد خمس نقاط بينما يتذيل فيتا كلاب المجموعة برصيد اربع نقاط الفريق الكونغولي يدرك ان اي نتيجة غير الفوز تعني خروجه من البطولة والاهل يعني الخسارة دخوله في حزب الدرمة قبل مواجهة السورة الجزائري في الجولة الاخيرة يوم السادس عشر من مارس الحالي فالاهل يملك من الدوافع والخبرات ما يجعل احلامه منطقية على ارض الواقع التركيز الشديد والحذر شعار رفعه الجهاز الفني واللاعبون قبل خوض اللقاء وابرزته الصحف فكتبت الاخبار على لسان لاسارتي لا نفكر في القمة ونسعى للمنافسة على كل البطولات فيما كتبت الاهرام لاسارتي يحذر لعبيه من سرعات مهاجم المنافس التصريحة المقتضبة للأوروغايني مارتي لاسارتي تعكس طموحات القلعة الحمراء والجماهير المتعطشة للفوز بالكاس الإفريقية هذا الموسم من أجل كسر شوكة جنرال الحظ الذي تصدى للآل في آخر نسختين من البطولة ولما لا يفعلها الأهلي وهو البطل المغوار وفارس القارة السمراء الذي لا يعترف إلا بلغة الانتصارات وتحقيق البطولات إن شاء الله بش مهندس اشتباك يعني الأربع فرق النقاط قريبة أنت بتتكلم في سبعة ستة خمسة أربعة كل فرقة من الفرق الأربعة كل واحدة فيهم عندها فرصة تتأهل أول أو تأهل تاني أو تخرج يعني النتائج تقدر هي دي قلت المجموعة أستاذ إبراهيم آه ذلك دائما أنا لا أذب مع تحليلات القبراء بعد الأرهى آه بتبقى نظرية أو لا بتبقى نظرية بالظرط ما فياش معلومات ولا على واقع لا ما فيش دلوقتي على مستوى العالم فرق كبيرة وفرق صغيرة خلاص في أرض واقع أنت نزل ناردة شكلك إيه توفيق حيحلفك ولا لا آه عندك القدرات والحظوظ ماشي لكن ما يتحقق في أرض الملعب ده شأن عاديين نتعلم الكرة كده ونتعامل معها لهذا الأساس طيب اللعبة اللي انتم شايفينهم واحد وعشرين لعب مرت اللي صارت استحابهم معاه إلى كنشاسة محمد الشنوي وعالي لطفي في حراسة المرمة الحرس التالت شريف إكرامي مصاب فبالتالي مسافر بجولين اتنين ربنا يستر في الدفاع معاه محمد هاني وأحمد فتحي سعد سمير وياسر إبراهيم ورامي ربيع وعالي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومعاه في كتيبة خط الوسط عمر السلية وإسلام محارب وأحمد حمودي وهشاب محمد ووليد ندفد وناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات والفراودة وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجاية مسافرش طبعا شريف إكرامي وحسام عشور وحمدي فتحي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد نجيب للإصابات وعدم الجاهزية بالإضافة إلى محمد شريف خرج من القائمة الأفريقية أنتوا عارفين طبعا جيرالدو ما تسجلش أصلا لأنه كان لعب مع أول غصص الأنجولي في الموسم الأفريقي الحالي فما تسجلش لكن القائمة الأفريقية كان خرج منها ميدو جابر اللي انتقل للمقصة وطبعا كل بالي اللي أنهى عقده مع الأهلي بالتراضي زي ما قلتلكوا هيلعب الأهلي وفيتا وشبيبة وسيمبا والجولة الأخيرة يوم خمستاشر الأهلي حيستضيف شبيبة الثورة وفيتا كلب هيلعب مع سيمبا التنزاني فيكتور جوميز الحاكم الجنوب أفريقي حاكم جيد أدار مباريات كتيرة للأهلي منها أو آخرها القطن الكاميروني السنة اللي فاتت كان في دور المجموعات قيمة المباراة كانت في الكاميرون والأهلي فاز وقتها 2-0 لو تفتكروا جونيور أجيو ومؤمن زكريا المباراة الثانية اللي قاد فيها فيكتور جوميز للنادي الآلي كانت في مباراة العودة في نصف النهائي للبطولة الأفريقية السنة اللي فاتت واللي فاز فيها الأهلي بنتيجة على النجم الساحلي واللي الأهلي فاز فيها 6-2 يعني وشه حلو على الأهلي المباراة الثالثة والأخيرة اللي قادرها فيكتور جوميز للأهلي كانت قدام كامبالا سيتي في دور المجموعات في الجولة الثانية الموسم الحالي المباراة في أوغندا وخسرها الأهلي بهدفين المباراة الرابعة كانت في الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري الأبطال السنة اللي فاتت خسر فيها الأهلي 2-0 بهدف 2-1 أو بهدفين 2-1 وكان هدف الأهلي جابه وليد سليمان إذن حكم عنده هذه الخبرات كرة جنوب أفريقيا كرة متقدمة بشمهندس لكن تحب تعرف انطبعات الجماهير بالمرة لأنهم عايشين حالة من التفائل لأن المباراة الأخيرة كانت مباراة تدعوه للتفائل لكن تعرفني أنا بتاع مباراة بمباراة طيب نشوف تقرير صوتي مع أو تقرير من الشارع مع بعض جماهير الآلي إزاي شايفين مباراة فيتا كلاب وتوقعاتهم لهايه توقعاتي إن شاء الله للأعلى إكساب 3-1 إن شاء الله نشاء الله إن شاء اللهasına أقصد إن شاء الله بفرقota هداف حسنا كيه إن شاء الله مشتدلك وكسبنا إذن الشماء صعدنا مركز الأول على طول إذن أخ Freud ولحمد لله كده نسألنا بقى النتاج التانية بتاع الفرق التاني اللي يسعد تاني يسعد معنا والمتساعدة إن شاء الله ناخد البطولة إن شاء الله أدايا النادي الأهل هيكون كويس جداً زي ما عودنا في آخر مطشاطه وبإذن الله بإذن الله هيفوز بإذن الله ويخلص من هناك وإن شاء الله نحافظ على المركز الأول ونصعد من بدري بدري إن شاء الله الأهل 8-0 وعلى فكرة نزم الكوي بس طبعا المتساعدة الأفريقية دي حاجة والدورة حاجة تانية إن شاء الله ميتا كلب في المنباشي صعب جداً ثلاث مطشاط للأهل الأداء جماعة كويس في كرة كويسة في ربنا سهل إن شاء الله ويطلع مطشي كويس بإذن الله إن شاء الله الأهل هيكسب 3-0 واضح تأثير المسيرة بتاعت الأهل في الدوري والسعادة الوضع مدي حالة من التفاؤل لده الجماهير نتمنى إن بإذن الله النتيجة تدعم هذا التفاؤل المباراة مهمة جداً جداً مش عاديين نستنى للحظات الأخيرة على أعصابنا وعاديين باستمرار يبقى مصرنا في إدنا مش فيه اتحاد تاني أجواء التفاؤل تقسها إزاي يعني هل أنت شايف لما تبقى في حالة من البهجة والتفاؤل حوالي الفرقة في مناخها ده إيجابي ولا يهبط إيجابي لو متاخد في سياق اللي أنا بقوله لك إن دي مباراة مش بالضرورة أنها تتكرر تتكلم على بترجيت أي مباراة ونت حتى تتفائل في المباراة السابقة ولا قبلها الحالة العام حتى لما تشوف بيراميدز ولا زمالك ولا مدعاة التفاؤل كانت أداء معين وبعد دي تبصت لا الصدمة تجيلك من نتيجة سلبية لا الصدمة ولا التفاؤل مبنيين على أسس موضوعية قرة القدم فيها توفيق وصدفك في ليلة المباراة أو في ساعات المباراة ولازم تبقى مرتبطة أيضا بتوفيق تحكيمي وتوفيق في كل حاجة ما تتعرضش للإصابات وتتلاقي نفسك بتعمل تغييرات اضطرارية ملاش دعب النواحي الفنية يعني في حاجات كتير جدا بتتحكم في نتائج المباراة نتمنى أن دي الأهلي تبقى مروطبيعية لكن بالمعايير يعني إذا كنت الكمبيوتر بيختار هيختار طبعا يقولك الأهلي لكن هو كمبيوتر لا له عقل ولا عاطف بتدخل له معلومات بصوا الجون ده يا بشماندس لا ده جون عبقري جون ده حد النهاردة لفت نظر الحاجة قال لي من بدايته مروان 24 تمريرة بدايته خالص لا وأصلا مروان بصها وجيري خد فيه وبعدين جيرالدو عمل ايه خد بالك اللام في جيرالدو يعني لا طبعا في حالة من التناغم مش عايزة من أخشى بس التناغم ده مربوط أيضا بحركات المنافس لا فيه درباكة وزحمة وتكدس مش هيبقى فيه الإبداع ده بس بص عشان تشوف الحيرة هتروح ازاي يعني حد كان بيسألني قبل ما ندخل هو رمضان صبح وحسين الشاحات لم يلعبوش قلت له اه تصدق بس بقولك ايه هو رأيك في أجيو جيرالدو ايه قال لي كويسين جدا يعودوا يعني قلت له طيب يعني دول قال لي أما لو يرجع وليد سليمان فيقعد يعدي خمسة ستة الغيبين هيلعبوا على حساب بعض أيوة لأ في النهاية في الآخر فيه تلاتة هيلعبوا أنا فاهم يا أستاذ برايم الناس بتحب الغيب اه فلما بلعبش اللي وهو ده بقى ثراء الفريق الذي يريد أن ينافس على بطولة اه إنه تبقى عندك البدائل التي لا تشعرك بغياب أحد اي بس اه طيب واحد من اللي قدروا يديروا هذه المجموعة بتوليفة توصل للمستوى الهائل جدا الكرة الجميلة تفتكروا لما الأهل تعاقد مع هذا المدرب اللاتيني وهو أول مدرب لاتيني من أمريكا اللاتينية يقود فيها الأهل في تاريخ الكرة الأهلوية قلنا وقتها إنه الأمل إنه نحن نلاقي البصمة اللاتينية مع هذا الأورجوياني الحقيقة ظهرت انحيازاته الفنية انحيازاته اللي لعبته الكرة اختياراته دايما لللاعب اللي عنده قدر من المهارة لأنه هي دي كرة القدم مواقف معقدة بيحلها حد عنده مهارة بس يا أستاذ إبراهيم طبعا المهارة لما تكتسي بالجدية والانضباط واللياقة البدنية واللياقة الزهنية والالتزام والالتزام التكتيكي في الملعب والسلوكي عمتا لا نبقى مع حالة عالية جدا كل اللعيبة اللي انتو شفتوا مستوياتها عالية من الناحية التكتيكية حتى في التحرك الجماعة لللعيبة مع بعض لازما يذكر مرت اللاسارتي طيب أبني تروح لمرت اللاسارتي هعمل لك زي الرجل اللي قال لك فين رمضان وفين حسين وبعدين قال لك فين وليد هده بتقول لي بينحازن لعيبة الكورة ها طب ما كل تقريبا معظم فريق الأهل دلوقتي لعبة كورة أنا عايز أحيي قرار الاختيار أي معظم لأنه باستمرار هقول لك على حاجة كان فيه سمة دايما وأبدا أنه الأهل بيختار اللعيب الأقوى وبشخصية معينة كان يبقى معيار المهارة متأخر سنة لما بدأت الانحيازات في الاختيارات ده أنا بحيي كل القائمين على الفكرة أنك رايح للفوتبولرت أنت عايز لعيب مهاري كل العناصر اللي أنت جابتهم حتى اللي في نص الملعب لأول مرة أنت العناصر اللي هافت ديفندر اللي أنت جايبهم لعب وسط مدافع مهاريين بس فين قوة ماشي مهم أعصد دي معادلة طبعا بصد أستاذ إبراهيم مفيش حاجة على حساب حاجة طبعا لو جابت لعيبة مهاريين كلهم الفريق يضيع لو جابت لعيبة أقوية مفيش متعة والفريق يضيع المالكة والشغلات المالكة والشغلات في خليط النحل كل واحد له دوره في الخلية وطداش تقول مين أهم من مين ناس بتعمل لك خليط الشمع اللي هو ما الشغالة ناس العسكر ده الخلية مكونة من كده فعلا نحل عسكر ونحل شغالة وذكر وانتايا هذه الأربع مكونات ناس بتبني وناس بتلم الحريق الرحيق وتدي للمالكة اللي أعلى بس مستنيها كده لحفظ النوع وعدي المالكة دي تطير لأعلى مسافة فكل الزكور يطير وراها ولا يلحق بها في أعلى نقطة ارتفاع إلا أقوى ذكر شوف الحرص على إن النوع لازم يبقى قوي يلاقحه يموت توقيح لازم ينتهي بإنه يموت فهذه خليت النحل لو كلها ملكات النوع ينتهي لو كلها شغلات النوع ينتهي لو كلها عسكر النوع ينتهي لو كلها زكور طبعا النوع ينتهي إذن هذه التكوينة هي تكوينة فريق كرة القدم وانا مرة كتبت هذا الكلام في مجالة الأهلي خلية النحل ليست كلها ملكات لأن برضو قتاك أنا عمليين يسألوا فين فلان فين فلان فين فلان لازم يبقى فيه ناس بتجري وناس بتقطع وناس بتدافع وناس بتهاجم وناس بتمرر وناس بتبدع ويا سلام لكلهم مغلفين بالمهارة بس إيه يعني بنسب حتى الأطراف يعني أنت شفت هاني قد إيه عامل إضافة نوعية هيلة جدا هو علي معلول علي معلول بص ده غلاف مجلة الأهلي النهاردة معلول غير معقول ده رأي تحقيق الزمل عاملينه في العدد الأهلي ابداع وامتاع مع لعب الجهة الشمال في الأهلي ربع ياسين محمد عمارة سيد معوض وخدلك كل الناس ياسر ريان ياسر ريان الناس اللي لعبت في الناحية الشمال يقولوا رأيهم فعلي معلول آه يعني تشخيصهم آه لأن أنت هو أنت عارف علي معلول عظامته يعني قمته قمته في إيه قراره صدقني يا أستاذ إبراهيم محمد صلاح ثلاث تربع قمته في القرار مش في المهارة بس مهوش اللعيب بتاع المهارات مش رونالدينه مهوش الخطيب مهوش أبو تريكا أقرب أقرب إلى ذهنية محمد بركات أقرب إلى ذهنية آه كريسيانو القرار القرار الثالث آه الثالث آه بتاع جيرالدو كورة سهلة جدا إنما عشان هي سهلة في عبقرية في الفكر كان يقدر يروح ويشوت من دقيقة وكنت حتقول له هارد لك بس هو عمل الصح هو أنك أنت بسميت وقل له إيه العب بالعرض إيه العب بالعرض شوت إيه بيشقوت هو ده هو ده صاحب القرار الذي يتطفق مع المصلحة العامة طيب وناصر ماهر كمان حاجة يعني ناصر بيزيد وبياخد خبرات طبعا حاجة علوة واللي أنا عايزة حييه على اللي أنا بسمعه صالح جمعة يعني بسمع من تصرحاتهم بيقانا بسمع الانضباط والجدية والرغبة خلي بالك صالح جمعة إذا كان يجهز كما أتصور وهو عنده هذه الإرادة كما يبدو وكما يقول وناصرتي عنده هذا الحرص عليه قد يكون هو المفاجأة التي تحدث الفارق في الفترة القادمة نتمنى إن شاء الله وده اللي يعمله مرت اللاصرتي سألنا بعض الجماهير عن لاصرتي شايفين دوره إزاي مع الفرق نشوفه شكرا لا هو بصراحة عمل شكل النادي الأهلي بصراحة يعني هو جيه في وقت صعب في نادي الأهلي كان فترة الأهلي كان سابع والتامن بس هو يعني بصراحة مدرب شخصية وبيبان الشوت التاني المدرب بيبان في تغييراته يعني هو تغييرات الشوت التاني بصراحة بيفرق قوي والأهلي وقف فدنيا واللعيبة يعني بيعمل روتشا للعيبة والله هو مدرب كرته حلوة جدا وإن شاء الله يحقق إنجاز مع النادي الأهل بإذن الله ويعني أتوقع له بإذن الله أنه يكون خليفة لمن والجزيه وبإذن الله حيبقى فيه بطولات كويسة جدا مع مع الأهل إن شاء الله بأمر الله الله هو الحد للوقت الراجل ماشي بطريقة كويسة جدا واحدة حاجة فيه بتعجبني فيه يعني أنه هو الناس المصابة بيحاول بقدر الإمكان بيلعبهم يعني في المتوشرة الأخرينية ديت بيلعبهم في وقت يعني في وقت معين يعني فهو يعني حاجة كويسة بردك إنه هو عايز بردك اللعيبة كلها تبقى جهزة في فترة جاية ديت ويعني قادينا بنشوف أهو كابتن يعني جنمح محمد فاتح في قايمة لأخيرا الماتش ورامي ربيع بتاله بردك تشاركه بشكل كويس يعني والحمد لله يعني كل فترة يعني بإن الله اللعبة مستوى الحمد لله بيبقى كويس وراجل الحمد لله يعني مش بترقى كويسة يعني صراحة راجل عام شغل مع الأهل كويس جدا 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 يعني ده لو أي مدرب تاني كان قالك كان في فترة أخير يعني كان قالك اللي ده أنا مش موفر لي أي حاجة ولعبة مصابة كان يعني نهى ثالث أو نهى خامس أو نهى بس الراجل بصراحة ربنا معنا جمهة لعبة وشغله بان في الملعب يعني شغله بان جدا 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 في الملعب بصراحة لسالة ده أثبت إنه هو إنسان كف ويهدير إنه هو يكون مدرب النادي الأهلي لأنه طبعا آخر ماتش ده أثبت بالفعل إنه هو عنديه تكنيك تكنيك كويس ويحترم ولازم ندره فرصة لآخر عشان خطر إن دلوقتي الأهلي بقى نمرتين والحمد الله وإن شاء الله بإذن الله هياخد المركز الأول تغييراته بتبقى موفقة مع الفريق وبيبدأ يعمل تغييرات كويسة بيبدأ يقلل الضغط من على اللعبة بحيث الإصابات والكلام دوت فهو لحد ما ماشي بخطة ثابتة بس هو لعب التشكيلة برضو يعني لحد ما المطش اللي فات كويسة جدا بصراحة هو مدرب كبير وبيحط خطة جمدة وفاهم وهيعمل إنجازاته زي إنجازات من مستر مانو الجوزيه وهو شكله يعني بيعرف بيقرأ الفرق اللي قدامه وبيغير اللي قدامه بيغير طريقة اللعبة في الملعب مرتين وبتاقيه بيعمل تغييرات ناجحة بصراحة ماتش بوترجيتو ماتش الجونة بصراحة يعني عوضنا عن أول الموسم يعني بصراحة وإن شاء الله إحنا حسين اللي إحنا بها ناخد الدوري وهو كده قرب من الدوري وشكله يعني مدرب كبير يعني هيعمل أحسن من الإنجازات بتاعت مالون شو زيه إحنا بن أحمد ربنا إحنا كنا لآخر اللحظة عندنا مشاكل بالنسبة لإصابات وبالنسبة للراجل ده جديد فالفترة اللي قدقها ربنا كرمنا وبانت اللعيبة اللي موجودة ولسه بإذن اللي حيخشوا بس عايزة أقول لحداك حاجة بقى الماتش الأخير ده اتفرج على الدينماكية بتاعت العيبة مع بعضيها هي دي بقى لسارتي عندما يتحدث الجماهير عن اتفرج عن الدينماكية يبقى المعنى الفني وصل الناس بتتفرج بوعد وبتقيم بوعد وأعتقد أن يعيشوا حالة منها الإنصاف والبهجة